جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إذا دعى أحدهم مؤمن الباقون على دعاء الشيخ الصالح ما هو التوجيه؟ دبر الصلاة والتجامل هذا مبتدع إنه لا يجوز وإنما يدعو منفردا عن الآخرين هذه عادات تقاليد توارثوها من غير دليل ومن غير فقه الواجب ترك هذه العادات المخالفة للمشهوع والتمشي على الوجه المشهوع وإذا أشكل شيء فليسأل أهل العلم المحققين المتبعين للسنة ويأخذ بأقوالهم أما العادات والتقاليد فهذه إذا كانت مخالفة للشريعة فإنها تكون مؤثلة لا أجر فيها بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهرد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهرد أترى الله أيها المسلم أن تاتي بأعمال يردها الله عليك ولا يتقبلها فيكون عليك التعب والإذن كل ذلك بسبب اتباع العادات والتقاليد المقالبة للشرع وفي böyle المد 我ــــــــــد